اذا رجعنا لكم مشاهدينا مع الثقافة او خنقول الوجه المشرق للكويت يقولون اذا اردت ان تعرف بلد انظر الى ثقافته فهي لغة تقرأ وترى بالعين القطاع الثقافي بالكويت ممثل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب تقع عليه مسئولية كبيرة خنقول في الارتقاء بالواجهة الثقافية والحضارية للكويت من خلال المهرنجانات اللي نظمها او الفعاليات او الملتقيات وغيرها من الاسابيع الثقافية وايضا لهم تعاون مع السفارات الدول اللي موجودة بالكويت اذا يا نجلة هو يعتبر قطاع جدا حيوي رح نتعرف عليه اكثر مع ضيفنا الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب المهندس علي اليوحة اكيد من التغرير وانوهنا ايضا رح يكون ضيف عزيز علينا المهندس علي اليوحة و رح نتكلم عن اهم موضوع نمسي عليك بالخير بسارة الله يسلمك ان شاء الله اهم موضوع يمكننا الحين واللي قاعد يطرح يعني في الساحة يوجود الاثار اللي وجدت فيها الصبية طبعا وغير فلشة ستاكموا الخير وشيك اياك الله انا استمتع وجودي معاكم وقعد طارع الديكور حلو من شاء الله الله عمركوا هل تكون تسخونة بالمجلس الله يخليكم لا لا فيه يعني فن نعم هذا جزء من الثقافة فهذا نتش فيها ايو الثارة شكرا لك شكرا لك روكين على المكان وجمال الديكور من طيبك طبعا الأثار هي جزء كبير مهم من يعني في الكويت لأنه يعكس على امتداد حضارات إنسانية متنوعة ومتعدلة الأزمنة تعود إلى ما قبل الميلاد آلاف السنين كل ما بعدنا كل ما أكدنا على وجود هذه الحضارة والإسان وجودها على الأرض الكويت بعد من العصر لحتى البرونزي فنحن نستمتع عندما نكتشف بعض الآثار في مختلف مناطق دولة الكويت وخاصة يعني موضوع جزيرة فيلتشة وموضوع الصبية وعندنا بعض المواقع مستشان وداخل مدينة الكويت وجزيرة عكاز هذه المواقع اللي احنا في هذا الإطار دائما نتحرك ونحن خلال التنسيق مع بعثات التنقيب عن الآثار في دولة الكويت مع بعثة الدنماركية، البعثة الفرنسية، البعثة السلوفاكية، البعثة البولندية، البعثة الجورجية وفي بعثة خاليجية بعض الحال أفو مبتر، هذه البعثات أنتم تطلبونها أم أهم يطلبون أن ينقبون عن الآثار في هذه المناطق؟ نحن لنظم العمل في الكويت وقانون الآثار، وهذا أول قانون صدر في منطقة الخليج عام 1960 نعم نفتخر أنه واحد من أقدم القوانين الموجودة في منطقة الخليج وجزيرة العربية هذا القانون ينظم عملية الحفاظ على الآثار، يسمونها المنقولة، التي في مباطن الأرض تم تكشافها ونقلها إلى المتحف نعم والآثار غير منقولة، وهي المباني والمواقع الآثارية نعم في عملية إتجار بالآثار، موضوع التنسيق مع البعثات والقيام بأعمال الاستكشافات الآثارية في دولة الكويت كل هذا ينظمها، الملسوم بقانون الآثار، الصادر عام 1960 بناء على هذا الملسوم، تم الاتفاق على كثير من البعثات التنقيب، اللي هي مختصة كانت بعثات، يعني أول بعثيات الكويت عام 1958، البعثة الدنمركية وهي مشهورة، بعد البعثة الفرنسية، البعثة إيطالية، وكان في بعثة أمريكية نحن طورنا عدائنا وعملنا بكيفية التنسيق مع هذه البعثات كانت البعثات السابقة، تأتي فترات بسيطة، عددها قليل يحكم أن هذه البعثات دائما تأتي على حسابها الخاص نعم فعلى بما توفر لها المكانيات المالية والطاقم، تأخذ لها وقت ولماذا يتم التوفير المال من الكويت؟ نعم، لا أقولها، نحن في الفترة الأخيرة، السنوات العشر الأخيرة نحن تحركنا بمجالنا نعطي نحن كدولة الكويت دولة ما نحن عندها القدرة والأمكانيات نتيح الفرصة لدعم هذه البعثات نتوقع معها عقود، نستدعيها لدينا عقد مع النماركيين، عقد مع الفرنسيين، عقد مع السلوفاك، عقد مع البولنديين، عقد مع الطليان، عقد مع الإنجليز وعلى عالم كله، ما شاء الله، تقريباً يعني لكن لا أكثر الناس لديهم خبرة في هذه الأمور وهذه معاهد متخصصة هذه معاهد متخصصين في العهد البورنزي، هذه معاهد متخصصين في الفترة الهينيليستية، هذه معاهد المسيحية، الفترة اللونانية أو في المترة الإسلامية، فهذه البعثات، لديهم بعثات متخصصة عندها القدرة والأمكانيات تقوم في أعمال التنقيب يتوافق معها مجموعة من الشباب الكويتيين، مدربون يعني هل الكويتين مناقذين أثار فعلاً؟ نعم، لدينا دكتور سلطان الدويس، دكتور حامل المطهري ومجموعة معهم من الشباب لديهم القدرة والأمكانيات في القيام بأعمال التنقيبات الأثرية، ولديهم الخبرة مميزة على مستوى المنطقة حتى ونفتخر فيهم، أيضاً لديهم إصدارات وعندهم قدرة في البحث وتقديم المحاضرات ومثلون الكويت يعني في العالم العربي، وكان عندنا يعني تقاعد أستاذنا الكبير، أخونا شهاب عبد الحميلي شهاب واحد من الناس المقضرمين، العمل في المجال العمل للأثار وزال يعني يقدم إمكانياته بخلال مشاركته في بعض المؤتمرات الخارجية على حسابه الخاص عندنا كان بعد مدير مدير الإدارة الآثار السابق، الدكتور فهد لوهيبي، ويعمل هو أستاذ في قسم التاريخ في جامعة الكويت فعندنا أصطف، لكن العدد ليس لذلك العدد الذي نطمح إليه، لأن المهنة هذه مهنة صعبة وطاردة بسبب أننا ليس لدينا آثار كثيرة؟ لا لا، أرى، عندنا لدينا آثار طبعا من الصعب المقارنة نعم، نعم، نحن مع بعض المواقع ولكن، عندنا مثلا لما نتكلم عن فترة دلمون يعني المكتشفات الأثرية، كثيرا لما نسأل عنهم تعرفون عن دلمون كل ما نتكلم عن البحرين نعم، هذا شيء مميز جارتنا و أهلنا و جماعتنا ولكن أيضا في الكويت عندنا من المكتشفات الأثرية لحضارة دلمون أيضا جميلة و خاصة فيما يتعلق الأعداد التي لها علاقة في الأختام الدلمونية نحن عندنا أعداد، فوقنا الآن الأعداد التي موجودة في البحرين عندنا أكبر أختام دلمونية مميزة في مستوى العالم فنعتز بوجود هذه الحضارة أيضا وجودها في الكويت نحن مقصرين و مقلين في الجانب الإعلامي الصدد، الأتراف جيد، السبب فعلا، لماذا؟ هذه مشكلة يعني مشكلة في التعليم ما قاعد يعني يعطى المواد الخاصة فيما يتعلق الأثار و المكتشفات الأثرية عندنا تقصير في الإمكانيات التي هي التسويق الإعلامي ربعنا مشغولين و لاهيين على أعمال التنقيب و البحث بس هذا دور كونتو المجلس الوطني للثقافة؟ هذا دورهم، الآن دور مفروض الإعلام نحن نستند مفروض أنه على المؤسسات الإعلامية الموجودة في الكويت كانت تلفزيون الكويت، التلفزيون الخاصة، المجلس الآن الإعلام دائما ينتظر أخبار، أي خبر، يحبون الأخبار، يحبون الشيء اليديد فلو أنت دائما زودتوهم بما يستجد من مكتشفات أو آثار تم اكتشافها شيء طبيعي أنه سينشرونها موسم من الأعمال التنقيب عن الآثار يبدأ لها موسم لأننا صعب نشتغلين في مواقع الآثارية في فترة الحر نصلخون بالحر ما يشتغل أفضل وقت، نبدأ من 15 تقريباً أكتوبر و نستمر إلى 15 أبريل حالي و 20 أبريل، هذه أفضل فترة زمنية يكون الجو مناسب للعمل في المواقع الخارجية عشان شذي عفوا نبو سارة تسمعنا حالياً عن اكتشاف جديد في الصببية الأخوان تشوف، نحن عندنا اكتشافات كثيرة، عندنا هناك مواقع متعددة موقع إسلامي وكانت تشتغل في بعثة بريطانية نعم من جامعة دورم وعندنا بعثة بولندية تشتغل على فترة العبيد وعندنا أيضاً الآن في مجموعة مع المركز التاريخي الأثار والتاريخ الفرنسي الموجود في الكويت وفريق سويسري يقوم في عملية مسح لبعض المواقع في بران الكويت يعني موجودين ونحس فيهم هذا المشكلة هذا التقصير هذا التقصير من الجانبين من جانب إحنا لا نعلن ولا نعلن الإعلام على الأساس يطلع معنا وكانت فترة مناسبة يعني شهر ثلاث وشهر اثنين جاء من أجمل ما يمكن لما تطلع أنت بكاميراتك وتصور هالناس تكتشف وتراول المكتشفات الأثرية على الأقل تنقل معلومة عن تاريخ بلدك وهذا واحد مهم يقولون أننا موجودين بالمجلس إن شاء الله نحن نيكم يعني بعد ما نثير موضوع بالصحافة أحد الأخوان كتب مقالة استند على بعض المصادر موجودة من المجلس الوطني استمتعنا أن التلفزيون الكويت والجماعة والكل بالعكس هذا مهم مهم إلا أن العالم يجب أن تعرف خاصة الكويتين يعرفون عن تاريخ بلدهم أكيد عندما تكلم حضارة دلموت تعود إلى ما يقارب 5,000 سنة من الآن حضارة العبيد 7,000-8,000 سنة وفيها مكتشفات يمكن بالعين لا يوجد قيمة صغيرة وقليلة ليس مثل أهرامات ومثل الهول وغيرها لكن على الأقل ما هو مكتشف يدلك على العمق الحضاري الموجود بالذاتة قبل المدة يمكن نسمعنا عن اكتشاف مدينة مثلا مناطق أو مناطق يعني الخبر يسعدنا نحن لما المسافر برا نحب نروح المتاحف نحب نشوف الأشياء القديمة أو نتخيل الناس هذه شون كانت عايشة في ذاك الوقت فما ظالك لما تكون على أرض الكويت طبعا نحن نحاول الآن يعني قدمنا بعض المواد يعني اللي هي خنسميها المعلومات المكتوبة باللغة الإنجليزية وقعنا نحاول الترجمة لللغة العربية نقدمها مادة حق وزارة الأخوان في التربية على أساس تصاق بطريقة ما بحث أن تكون هي مادة يعني تدخل من ضم مناهج التعليم في الكويت لأن الكل من نسألهم يعرفون بس اليونان ودلمون قليل عرفون عن دلمون قليل عرفون عن العبيد قليل عرفون عن الحضارات الموجودة المسيحية أو الإسلامية الموجودة في مختلف مناطق الكويت فهذا يحتاجون أن تربية من جانب الإعلام من جانب وربعنا على الأقل يعني مستمرين في أعظام مكتشفاتهم الأثرية جميل نحن كل ما نكتشفه أين نجمعه نحاول نجمعه في المتاحف نحاول نجمعه في المتاحف أبو سارة سمعنا معلومة بأن أحد المنشآت الكويتية كانت تفترض بأن تنشأ لكن التنقيب بيّن بأن وجود آثار فيها ووقف هذا المشروع مشروع عطلناه يمكن صعب لا تتهمونا بعدين لا لا أبدا لا نشوف لا نحن نشتغل في بعض المواقع إذا في بعض المواقع نحن لا نقف في السد أمام التطوير العمراني سواء آثار عنواء أي خاصة في بعض المواقع نحن نشتغل في موقع من المواقع ووقفنا مشروع لسبب أن هناك مسح أثري سابق يدل على أن هذا في آثار نعم نحن كنا نحب دائما أن وخاصة نحن ثبتنا هذه المواقع الأثرية ضمن المخطط الهيكلي لدولة الكويت الأرابع المقر في البلدية الأرابع فعالأقل لما اعتمد هذا المخطط على كل الجهات تلتزم عفوا مهندسنا لماذا خفت لما قلنا أنها مسافة تحت المشاهد لا 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 يقال الآن بأن روما بعد عشر سنوات أو أكثر يقال بأن لا يكون مدينة روما موجودة ستكون كلها عبارة عن آثار يعني لا تقوم روما ستتمشى في الآثار فقط لأن عندهم مهمة هذه الآثار وائد مهم أنك أنت أي مكتشف أثري يعني لا أولوي مفترض أن تكون عند الدولة لأن هذا جزء من تاريخك يعني إحنا يومنا على موضوع التوسيعات التشارع للصبية نزعجنا لأننا دمرت بعض المواقع هذه يعني يبيلها يعني شوف الإعلام التربية التربية يعني في مجال وزات التربية وزات التربية التعليم المجلس الوطني كلما أشتغلوا بكثافة بهذا المجال كلما صار هناك مستوى وعي يعني يحترم القضايا الأثرية و المواطنة هل لديك سياحة الآن بعد متقدمين يعني نحاول أن نجتهد فيها نحن السياحة شوف نحن عندنا وجهة نظر سياحة الترفيهية و سياحة الحدائق و الألعاب و غيرها موجودة و عندنا شركة اسمها شركة المشروعات السياحية و قاعدت قوم تأدي دورها أنا شركة واحدة بس و الحكومة مساهمة فيها و عندنا قطاع السياحة تابع وزارة الإعلام أتمنى أنه يعني يركز اهتمامه قطاع السياحة في وزارة الإعلام على السياحة الثقافية نعم سياحة المراجلات الموسيقى لدي سؤال لحين أنتو لما تكتشف مثلا آثار مدينة أي مكان أنتو شوان قاعدت تهتمون في المنطقة هذه هل تثورونها هل تحاولون مثلا يكون لها منطقة خاصة بحيث أنها مولكي يقدر يوصل و مثلا نقول يعبث بالآثار الموجودة أم شنو الإجراء اللي تأخذونها الإجراء المفترض قل نقول أول شيء المفترض بعدها نقولك شنو سوينا و شنو صار يعني نعم لكي تكون الأمر أكثر مضوحة لكم و للمستمعين المفترض أن بعد أن يعتمد أي موقع أثري ضمن المخطط الهيكلي يتم إصدار قرار بتخصيصه للجهة المسؤولة عن هذا الموقع أمين أي وزارة أي وزارة فإذا كان أثار مسؤولية منه يطبق هذا الموقع هو المجلس الوطني الثقافة و الأداب ممثلا في قطاع الأثار المتاحف هو المسؤول هو الجهة المعنية التأكيد يصدر فيها قرار تخصيص لهذا الموقع بعد أن يتم عملية التسوير و الحفاظ عليه نحن لدينا مواقع موجودة في المخطط الهيكلي لكن لم يصدر فيها قرارات للتخصيص و المحافظة عليهم و لكن من المفترض أن يصدر قرار؟ طبعا القرار يصدر من البلدية و أملاك الدولة نعم يعني هالجهتين اللي هي عالتين اللي هي في أملاك الدولة بس نحن نسورنا يعني نتجاوزنا يمكن شوية القانون ولكن حرصت جماعتنا على المواقع الأثارية كاظمة صورنا أجزاء منها ممتاز صبية أجزاء منها و بالطريق من صبية إلى أبوبيان أيضا في مواقع صورناها لا نستطيع أن نصور الكل لأننا بعد عندنا أشكاليات أنه يجب أن نصدر فيه قرار تخصيص نتمنى يعني أن الأخوان في البلدية بقرار يصدر في تخصيص هذه المواقع إن شاء الله تجتهدون مهندسنا علي يوحى نحن إن شاء الله أرادي لك بعد الفاصل دعوكم معنا مستمرين معكم مع مهندسنا علي اليوحى الأمين العام للمجلس الوطني الثقافة والفنون والآدابة يبيل اختصار اسمكم الله يخليكم اختصروا كذي بشكل لا 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 هو كذي زين وين نحفظه أبو سارة هل فعلا بأن كانت عندنا آثار أو بعض الآثار تم يعني أخذها سرقتها من أثناء الغزو أو لا 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 أثناء الغزو تم كثير من القطاع الأثرية فقدت يعني وانتقلت ولكن بعد التحرير عادت كثير من القطاع الأثرية كثير يعني ملكة كثير منها يعني تقريبا نتكلم على معظمها يعني نعم يعني ورجعت إلى الكويت الحمد لله يعني وهي موجودة الآن متحف الكويت الوطني ومتحف الكويت الوطني الآن جاري أعمال فيه بعد عادة تأهيل كبيرة ضروري إن شاء الله إن شاء الله نتمنى يعني أنه على بداية تسعة بداية عشرة يكون على الأقل نتدين شوية نتوسع نفتتح بعض المواقع لأن المتحف الكويت الوطني هي مرآة ما هو تم اكتشافه من المواقع الأثرية ويعكس كل الحضارات بعدين الموقع مع المكتبة الوطنية هي مكتبتنا أيضا فمعطيه جو حلو أنه يكون هذه منطقة ثقافية متكاملة فيها مكتبة فيها عندنا متحف وعندنا مسجد تراثي مسجدين تراثيين وعندنا مباين تاريخية بيت السدو بيت البدر بيت ديوان الخالد ومسجد الخالد وصارت منطقة ثقافية تاريخية تراثية جميلة بيت السدو صار أحلى مع التحديث اليديد وقعدتها جميلة وقعدتها جميلة وماشاء الله نشيطين للإخوان وفتحوا أمس معرض للمنتجات اليدوية السدو أجمل هم يسوون دورات السدو لأن السدو جمعية موجودة في مبنى من المباني المجلس الوطني لأن هذا الفن جميل المفروض لا يدثر لازم دائما دورات مستمرة أنت يجب أن تذهب إلى المعرض أو ترى المعرض الذي قضحت عبدالله السالم لا لا فاتحين المعرض للمنتجات اليدوية في أرضى المعرض لا أرضى عبدالله السالم نعم 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 من مختلف الجنسيات الكواتيات والعرب والجانب نعم ومنهم الزوجات السفارة لكن شيء جميل ومتاج راقي ولماذا أنت هناك؟ بيت السدو جميل ومرتب لا لا ترى اللوحات والمكان عود لا يقف لا يقف لأن المنتج جميل وحلو عود ووايد نعم 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 شيء جميل المنطقة هذه باتشر أنا أتوقع أننا بدأنا نسكر المنطقة لأن كان أول شيء في شارع يقطع ما بين المتحف وما بين المكتب الوطني نعم نحن نحاول هناك قرار بالتسكيل نعم 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 هذا يجذب هذا يجذب هذا جزء من السياحة الثقافية ومهم مهم أنت المتحف المكتبة المباني التاريخية المسائل المواقع الأثرية المكتشفات الأثرية والخدمات التي تقدم من مطاعم وغيرها وحلو أن تكون كويتية وغير كويتية حلو أن هذه كلها جزء مكمل بعضها وعلى الأقل شوية نبدأ في الموضوع أهمية السياحة الثقافية وإن شاء الله نقطع السياحة يعني اللي في وزارة الإعلام يجتهدون وماشاء الله عليه ونشيط بإذن الله هي خطوة مهمة أكيد مثل ما قلت تعزيز الثقافة والسياحة الثقافية بالكويت نحن نحن مقبلين على فترة الصيف وفي ناس وايد ضل بالكويت في ناس من الخليج يحبون يزورون الكويت جهزتوا شيء؟ فالمجلس في الوطني ما نجهز نحن السنوية عندنا بالصيف نحن اللي جدمنا وآخرنا عادة رمضان نعم فرمضان شوية جدم الحين وصلنا عندنا شهر سبعة ثمانية طوابكم الصيف الحين نعم عندنا غارب تقريباً بين الثلاثين إلى خمسة ثلاثين يوم نعم أنشطة متنوعة ما بين مهرجان مهرجان الأطفال والناشئة يختص بالأطفال نعم مهرجان اللي هو صيف ثقافي نعم هذين في فعاليات فعاليات أطفال قدم ورش تدريب قراءة شعب متنوعة رسم تصوير أعمال موسيقية اليوم أنا إياكم من حفلة موسيقية للجنوب أفريقيا أطفال في مصرح الدسمة نعم أطفال صغار من أمارهم عشرة وداعش وثنين عشلة سبعة شباب وعلى أساس مناسبة إن شاء الله يعني أخوان في وزاعة الشباب كويت عاصمة الشباب العربي أطفال هنا وعاصمة الشباب رحيني فإحنا عندنا نشاط متنوع في موسيقى في مسرح في فن تشكيلي في تراث في افتتاح معارض في ورش وتدريب للأطفال غراءة رسم سنحرك أيضا كل هذا جميل هذا كله في الصيف إن شاء الله جميل لكن ينقص دائما أنصر الجب يعني أنا ممكن أسوي مثلا فعالية رسم مجاذبة فعالية القراءة ما فيها جاء ما تجذب الأطفال إن شاء الله إذا قاعدت بالصيف بني بيش قصب تشوفين إن شاء الله بسبب شنو عشان تشوفون شنو الحضور الحضور عندنا بالصيف ما شاء الله يعني الكل يتحجي عن الصيف يسوي الصيف كله مسعف لا لا فينا ستبع نحن تعدادنا 1.350.000 كويتين نعم 1.300.000 ليس كلهم براء الكويت صحيح أكثر من 70% نظلون بالتأكيد والبقية يسافر بمدد طويلة ولكن أغلبية مددهم قصيرة يذهب و يرجع ولا تنسى بعد الوافدين الموجودين نحن حضورنا طبعاً يعني الوافدين الحضور عندنا بالصيف قوي جداً يعني موسيقى فل مسرع لم تتحدث عن الصيف أنا أقول فل لا أنا لا أتكلم عن الصيف خليلي فل أنا أقول لك فل الورش اللي عندنا نعجز بعض الأحيان و نزعع الناس لا تكفي إيلا خلوها تكفي إن شاء الله بس أقول لك حضور تواجد و متابعة بالعكس برامج الصيف نحن سعداء بأن حضورها تفاعل معها جيد فوق جيد نعم نزيل الصيف عادة نحاول نسويه خفيف يعني المادة اللي تقدم شوية سهلة و بسيطة و ممتعة ممتعة يعني الواحد ما يطالع عن المدارس حتى الورش تدريب اللي فعلاً يعني المهارات اليدوية ليس التدريس موضوع القراءة نحن بالنسبة لها موضوع جداً مهم لأنه ينقصنا و عندنا إشكالية يعني قبل كان يعطونا نجسة حصص قراءة هذه مشكلة عندنا لأننا قاعد نحاول أن يكون مثل ما يسمى برنامج وطني للقراءة و التشجيع القراءة و عندنا مجموعة شباب بس إننا نركز على الجيل صغار ناشئ الجهات التي تشارككم يعني مثلاً حديقة تشهيد في مجموعة لوياك تساهم لهم و تدير لهم الحديقة من تمنوع يساهم معكم و نشاهدوا لا، الشباب نحن في مجاميع يعني مثل مثل العيسى عندها تكوين نعم و ناشطة في مجال القراءة رزان نشاهد مع مجموعته ناشطين حروف في موضوع القراءة الجليس رشيد و عندهم ميورات و حضرتك أحب في المناسبة مرور يدون 351 يشتغلون معهم فمجموعة مجاميع القراءة هذه دائما تعاون معنا و يحاولون أن يقدمون شيء و تصير وين عادة الفعاليات هذه شوف في فعاليات أمنا يعني يعني إحنا قاعد نحاول قدر الإمكان أن نفتح يعني شوفوا الآن مثلا أعطيك مثال إخواننا في قطاع الأثار الإسلامية زين في ليرموك عندهم كل سبت قراءة حق الأطفال و الذي يتابع الموقع الإستغرام والدالة الإسلامية شوف نشاطهم أنا شوفهم في المجمعات فل هل هذه تابع أنشطتكم؟ يعني مجموعة القراءة و من مجمعات مجموعة القراءة شوفهم فعال لا لا في التكوين عندهم في مجمع عندهم هناك مكتبة ذات السلاسة عندهم مكتبة شباب عندهم يشتغلون يشتغلون بعض الأحيان معنا نسوي فعاليات في مجمعات ولكن أكثر شيء في مركز عبدالزي حسين الثقافي حق الأطفال الأخوان في قطاع الآثال الإسلامية يعني يشتغلون في يرموك يقدمون إنشطة القراءة بشكل جدا مميز و شبه أسبوعي الآن قاعد يقدمون يعني القراءة موضوعة و وائد مهم الصيف لا الصيف عندنا نشاط الآن إحنا يعني الأخوان المفروض أسبوع هذا على أسبوع القادم حيكون عندنا البرنامج السنوي لأن احنا طلعنا شوية من 2016 هالكانين 826 نشاط كويت عاصمة الثقافي الإسلامية شغل كان جدا ضخم و حققنا إنجاز كبير و فعاليات متنوعة و شاركت تقريبا معظم الدول الإسلامية معنا بإنشطتها فكان فخر و إنجاز يعني شارلي بالبنان ما حققنا على الأرض الواقع طلعنا دخلنا بعدنا على طول مهرجان و إجال المستقبل و شوية يعني ضغط علينا نحن 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 ندى البرنامج بحيث أن شارلياي لدينا مهرجان العربي، مهرجان المسرح العربي للطفل نعم عشر تأيام لدينا مهرجان الموسيقى الدولي قبل رمضان هل هناك شيء تفعله في مركز جابر الثقافي؟ جابر الثقافي يتبع الديوان وعندهم أنشطتهم هل تتعاون لكم شغطي؟ لا، نتعاون معهم، أنا عضو في اللجنة ولكن عندهم نشاطهم الخاص ونحن لدينا نشاط، أنا مع فكرة التنوع عدة المصادر ما يقدم في مجال الثقافة مجمع جابر الثقافي يعمل أخوان في لوياك والشهيد يعملون رابطة الأدباء ما شاء الله عليهم وأنشطتهم المتنوعة ومركز عبدالله السالم القادم ومركز عبدالله السالم إن شاء الله في مطلع 2018 مساهمين فيه لكم؟ لا، تابع الديوان الأميري المجلس الوطني يعمل فأنا أعتقد تنوع المصادر في الأنشطة والفعاليات الثقافية أعطت جو شوية غير يعني الأول شوية الواحد ما يدي وين يروح الحين متوهق خاف يروح هنا يفوت هنا يروح مني يطوف هالشغلة يعني فيه التنوع اللي يبي يروح موسيقى يعني اليوم الثاني عندنا محاضرة عند قطاع الأثار الإسلامية في اليرموك ونفس الشيء اليوم عندنا حفلة موسيقية من جنوب أفريقيا يقدمونها الأطفال اللي يعيين مع الشباب من جنوب أفريقيا يعني كل واحد يهتماماته ممكن يريد أن يروحوني اللي يروحوني يريد أن يروحوني افتتاح معرض ما لا يستعدوا قبل الله يعني هذا التنوع هذا التواجد التقافي من مختلف الجهات يعطي جو ويبي لا نشر إعلانا يبي لا إعلام يبي لا السياحة تستفيد منها العناصر وتسوق يعني اليوم نحن استمتعت الأخوان في المؤسسة التقدم العلمي أحضروا عندنا وناقشونا أنه ما نرتب معاهم عندنا نسمينا جواز اللي هو السياحي ما لنا اللي هو أين تروح و أين تقعد و تختم هذا نفس الموروث الشعبي كان أهم سووا نفس الطريقة نعم 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 و تم توزيع ما يقارب خمسين ألف نسخة ما يانا جواز ما يانا شيء نعم نطرينا إلكتروني نعم فالأخوان يجب أن نضع مبانيهم ضمن هذا الجواز هذا هذا كريدت لنا و لهم أيضا نعم و هذا شيء جيد أنت من خلال هذا الجواز السوق يعني الأخوان حتى في العمل الزراع نستمتعنا نستفادوا من هذا الجواز طلعوا جواز نسمى جواز سقر نسمى جواز سياحي و جواز سفر و نسمى جواز سقر حق البيئة الخاصة فيهم الزراعة أو كانت نعم نعم أعتقد حاليا حتى لو الإعلام ما تعاون معكم أنتم تدرون توصونا المعلومة عن طريق نعم 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 فصار في نوع من التبادل و نحن نعم 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 المجلس قوتها الآن أكثر في وسائل التواصل نعم و مع الصحافة يعني ما شاء الله دائما مجاميعكم و أيضا مكاتبكم و صحافة و اليوتيوب نعم نحن موجودين في قناة المجلس عندكم أي فعالية معينة أي نشاط معين على طول راسلونا و نحن نجتهد نعم نعم نحن نقذكم بالبرامج الثقافية بالعكس أعطيكم الآفية لأن هذا المطلوب أسبوع الشهر الياجة جهزوا حالكم عندنا مهرجان المسرح العربي للطفل و عندنا مهرجان الموسيقى الدولي و مهرجان الموسيقى الدولي ستة أيام و هذا عشر أيام و غير الفعاليات الأخرى كل أثنين عندنا تقطية كل أثنين في ليرموك عندنا ندوة تصير في ليرموك أو بعض الأحيان تصير في المستشفى الأمريكاني و عندنا كل أربعة أمسية موسيقية في ليرموك أو في المستشفى الأمريكاني و يا ريت نحضرون موفقين و بالعكس نكون شاكلين لكم نتم تقطية هذه الفعالات الأنشيطة لأنها في النهاية خدمة للسياحة الثقافية نسميها خدمة للناس على أغاية تعرف أين تذهب هذا اليوم هذا اللي نأمله الله يسمي إذا عندي كلمة أخيرة ما بإلا كل الشكر لكم التقدير على اهتمامكم في الثقافة لأن هذه قضية قضية جدا حساسة و مهمة نعم وجودكم أيضا تفاعلكم مع أنشطتنا و اسمحوا الله أدخلت عليكم و أنا بالحجي بس و لكن يعني أبراز موضوع الآثار أبراز موضوع موسيقى المسرح السينما هذا مهم كان عندنا قبل فترة مهرجان السينما و السعداء أنه حقق إنجازات كأول مهرجان يعني لدعم الكويتين و المنتجات السينما الكويتية كل من أشاد فيه و إن شاء الله السنوات القادمة نعتقد أننا هنكون على مهرجان شوية أقوى من الماضي لأن في عندنا جوائز نقدمها للمنتجين السينمايين الكويتين كل الشكر لكم كل الشكر لقناة المجلس و مبروكين و قوش ديكور يعني لا إله لا إله الله كل الشكر لك المهندس علي اليوحى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و الأداب الله الله بأثارنا و بثقافتنا و السياحة الثقافية ننتظرين إن شاء الله كل جديد منكم يعطيكم العافية كل الشكر لكم و مشاهدينا طالعين فاصل و مكملين بعد إن شاء الله